بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قناة والأبصد التعليمية ترحب بكم في تبسيط علم الفيزياء للمرحلة الثانوية بنظاميه الفصلي والمقررات المستوى الأول فيزياء واحد سنناقش في الحلقة السادسة من سلسلة شرح الفصل الرابع فيزياء واحد القوة في بعدين واحد مفهوم حالة الاتزان وهذا والترميز الخاص بالحلقة متى نستطيع القول بأن الجسم في حالة اتزان إذا كان الجسم متوقف يعني سرعة تساوي صفر أو كان الجسم يسير بسرعة منتظمة يعني سرعة ثابتة مثلاً 50 كم في الساعة وفي نفس الاتجاه يعني في خط المستقيم إذا نستطيع أن نقول أن الجسم في حالة اتزان يعني القوة اللي عليه متزنة يعني أن القوة تلغي بعضها بعضاً ماذا نستفيد إذا علمنا بأن الجسم في حالة اتزان؟ نستفيد بأن القوة على الجسم ستكون في حالة اتزان معناته أن القوة اللي عليه متساوية ومتعاكسة في الاتجاه فعندنا هنا المحرك بيدفع السيارة إلى الأمام بسرعة 10 نيوتن والبراشوت بيصحب السيارة إلى الخلف بسرعة 10 نيوتن وللتأكيد هذا لا يعني بأن السيارة متوقفة فهذه السيارة ممكن تكون ماشية بسرعة 50 كم في الساعة والمحرك بيدفع 10 نيوتن الأمام والبراشوت بيصحب 10 نيوتن إلى الخلف قلنا أن الجسم يكون في حالة اتزان إما أن يكون متوقفاً أو يسير بسرعة متجهة منتظمة إذا كان الجسم في حالة اتزان فيمكن لك أن تجزم بأن قوة المحصلة على هذا الجسم تساوي الصفر لأن القوة بتلغي بعضها بعض وبإمكانك تقول أن التسارع أيضاً يساوي صفراً وهذا يعني بأنك ستحلل الحركة بقانون السرعة المنتظمة اللي هي قانون الفصل الثاني اللي هو السرعة تساوي المسافة على الزمن ولكن لنأخذ الطرف الآخر متى نستطيع القول بأن الجسم في حالة عدم اتزان لما تكون سرعته تتزايد أو سرعته تتناقص أو أن الجسم يغير اتجاه حركته كان ماشي بخط مستقيم ثم انحنى فتفهم أنه بوذلت عليه قوة محصلة لتجبره على تغيير اتجاهه ماذا نستفيد إذا علمنا أن الجسم في حالة عدم اتزان نفهم أن القوة على هذه الجسم غير متزنة بأن محرك السيارة يدفع السيارة للأمام بقوة 10 نيوتن وبأن البراشوت يسحب السيارة إلى الخلف بقوة 7 نيوتن فالقوة في حالة عدم اتزان تعني بأن القوة في أحد الطرفين أكبر من الطرف الآخر وهذا يعني بإمكاني أني ألغز كما ذكرنا في درس مفهوم قوة المحصلة قوتين واستبدلهم بقوة واحدة وهي إلى اليمين ومقدارها 3 نيوتن ونستفيد أيضا بأن قوة المحصلة لا تساوي صفرا وبأن التسارع أيضا لا يساوي صفرا وهذا يعطينا بأننا سنحلل الحركة بقوانين الحركة المتسارعة لفصل الثالث حدد هل الجسم في حالة اتزان أو في حالة عدم اتزان تسحب نورة لعبة بقوة 22 نيوتن وتسحبها أختها بقوة 19 نيوتن بما أن القوتين غير متساويتين إذن الجسم هذا في حالة عدم اتزان إسناد كتاب إلى راحة يدك بحيث يكون مستقرا يعني الكتاب متوقف تماما بما أنه متوقف إذن الجسم في حالة اتزان أسقط عاملا قطعة طوب من أعلى مبنى فسقطت سقوطا حرا السقوط الحر هو أن الجسم يكون تحت قوة الجاذبية الأرضية يعني بأن الجسم يتسارع وبما أن الجسم يتسارع بتسارع اللي هو التسارع الجاذبية الأرضية 9.8 إذن هذا جسم في حالة عدم اتزان تسارع الجسم يساوي صفر بما أنه التسارع يساوي صفر إذن الجسم في حالة اتزان يقف طائر على أسلاك الضغط العالي بما أنه يقف يعني متوقف إذن الجسم في حالة اتزان تتباطأ إذن عندنا هنا تسارع سالب تتباطأ سيارة بمعدل منتظر مقداره 3 متر لكل ثاني تربيع مدام في تسارع إذن هذا الجسم في حالة عدم اتزان تتسارع طائرة مروحية كتلتها 2300 كيلو جرام إلى أعلى بما أنها تتسارع إذن هذا الجسم في حالة عدم اتزان تسقط قطرة مطر كتلتها 2.45 ميلي جرام طبعا هذا غير مهم الكتلة هنا بسرعة متجهة منتظمة بما أن السرعة متجهة منتظمة يعني هذا الجسم في حالة اتزان لأن التسارع يساوي صفر تسير بوقاتي بسرعة منتظمة متجهة مقدارها 350 كيلو متر في الساعة مع أنها السرعة عالية جدا 350 كيلو متر في الساعة ولكنها بتسير بسرعة منتظمة متجهة إذن التسارع يساوي صفر إذن الجسم في حالة اتزان تحقق من فهمك حدد هل الجسم في حالة اتزان أو حالة عدم اتزان سقوط وعاء أزهار سقوطا حرا بما أنه سقوط حر يعني أنه تحت قوة الجاذبية الأرضية والتسارع 9.8 إذن هدل الجسم في حالة عدم اتزان هبوط مضلي خلال الهواء وبسرعة متجهة منتظمة مدام السرعة المتجهة منتظمة يعني التسارع صفر إذن الجسم في حالة اتزان رفع دلو بحبل بسرعة متجهة برضو منتظمة إذن التسارع صفر إذن الجسم في حالة اتزان سحب صندوق يحتق بسطح الأرض بسرعة متجهة منتظمة بما أنها منتظمة إذن الجسم في حالة اتزام تؤثر قوة مقدارة 10 نيوتن في جسم وتقسبه تسارعا بما أنه فيه تسارع إذن الجسم في حالة عدم اتزام دافع شخص كرة تسير بسرعة ثابتة فغيرت تجاهها دون تغيير سرعتها بما أن الاتجاه تغير إذن بذلت عليها قوة محصلة إذن الجسم هذا في حالة عدم اتزام سحب أحمد أخوه وهو يركب على زلاجة فزادت سرعة بما أنه سرعة زادت إذن الجسم هذا في حالة عدم اتزام اندفع رجل يركب فوق زلاجة بقوة 9 نيوتن بما أنه اندفع وبقوة في اتجاه واحد إذن القوة غير متزنة إذن هذا الجسم في حالة عدم اتزام سيارة متوقفة فوق صفحة الجبل بما أنها متوقفة إذن هذا الجسم في حالة اتزام ما سيتم شرحه في الحلقة القادمة من شاء الله سنناقش قانون نيوتن الأول وشكرا لكم نشكر لكم دعمنا عن طريق ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع من تحبون ونعمل متابعتنا على حسابنا في التويتر وقناتنا في التليجرام وسنسعد باستقبال مراسلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم وشكرا لكم